اشتركوا في القناة ومصالح البحرين الاستراتيجية والاسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل جاء ذلك ردا على السؤال المقدم من النائب محمد إبراهيم السيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب حول مدى استجابة دولة قطر للدعوة التي وجهتها وزارة خارجية مملكة البحرين إلى وزارة خارجية قطر بشأن إرسال وفد قطري لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين تفعيلا لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وبهدف الوصول للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وأكد سعادة وزير الخارجية على أن مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمر بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه دولة مؤسسات وتقاليد عريقة وتؤمن بالتكامل الخليجي كما أن المملكة ومن هذا المنطلق الراسخ رحبت بصدور بيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي وأن البحرين قدمت حصن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية وأوضح سعادة وزير الخارجية أنه بناء على مقررات بيان العلا بعثت وزارة الخارجية البحرينية رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلق من الجانب القطري ردا أو جوابا بشأن ما ورد في الرسائل المذكورة بل بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة ونوه الزياني بأن دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا فيما يتعلق بمطالبات مملكة البحرين وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين والتي تعتز برئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى بسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنا وثباتا وشدد سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجي على أن مملكة البحرين تلتزم بالاتفاقيات والعهود ومن بينها بيان العلا فبالإضافة إلى الرسالة سالفة الذكر فقد أعلنت شؤون الطيران المدني عن استمرار الرحلات الجوية بين البلدين كما سبق كل ذلك دعوة مجلس الوزراء الموقر إلى التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وثق ما هو متعارف عليها